إلى نتائج أعمال الشركات المدرجة في السوق السعودي ويبدو بأن هذه الأرباح المجمعة لو استثنينا نتائج أرامكو فهي تحقق نموا واضحا خلال الربع الأول من هذا العام نقف على تفاصيل هذه النتائج والتي يبدو بأنها فاقت 30 مليار ريال خلال الربع الأول من هذا العام بداية نلقي على تفاصيل المتعلقة بالأرباح المجمعة لهذه الشركات بالحالة المتعلقة بضم نتائج أرامكو هناك تراجعات بثمانية في المئة وبالتالي وصلت لقرابة 136 مليار ريال لكن لو استثنينا نتائج أرامكو من الأرباح المجمعة لهذه الشركات جاءت بارتفاعات بثمانية في المئة وبالتالي فاقت هذه الأرباح ل32 مليار ريال خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة على أساس سنوي بالربع نفسه من العام 2023 نقف على التفاصيل المتعلقة بهذه النتائج بداية من الملخص هذه النتائج كان هناك ارتفاع بالأرباح لـ 126 شركة ولكن انخفاض الأرباح لـ 47 شركة الأبرز لدينا هو الخسائر التي كانت لدى الشركات بـ 38 شركة دخلت في حالة خسائر خلال الربع الأول من هذا العام أما بالنسبة للتفاصيل المتعلقة بوضع النتائج الأعمال وخاصة للقيديات لاحظوا بالنسبة لأرامكو خلال الربع الأول من هذا العام كان هناك تراجعات في نتائج لديها وأرباحها بـ 12% وبالتالي الأرباح كانت عنده 136 مليار ريال لكن كما عودت أرامكو مشاهميها بتوزيعات نقدية سخية البنك الأهلي بالنسبة لهذه الأرباح كانت بـ 14 نقطة مئوية من المكاسب القطاع المصري بشكل عام في نتائجه خلال الربع الأول الاستفادة أيضا من دخل الفوائد وارتفاع في معدلات الفائدة مصر في الراجح ارتفاعات بـ 6% في نتائجه أما في قطاع الاتصالات وإن ننظر إلى STC بنتائجها كان هناك نمو بـ 6% وبالنسبة لبنك الرياض بـ 3% خلال الربع الأول من هذا العام ننتقل أيضا فيما يتعلق بأبرز المؤثرات التي كانت على نتائج هذه الشركات خلال هذه الفكترة قطاع البنوك وكما تحدثنا بأن نتائج قطاع البنوك كانت بأفضل من التوقعات استفادت من ارتفاع دخل الفوائد وحتى هناك بعض البنوك التي قلصت من المخصصات تديها ما عمل على دعم نتائج أعمال هذا القطاع خلال الربع الأول من هذا العام ننتقل إلى باقي القطاعات والعوامل المؤثرة إن كنا نتحدث عن قطاع البتروكيمويات قطاع البتروكيمويات عانى خلال بداية هذا العام بداية من القرار الذي تم اتخاذه من قبل أرامكو فيما يتعلق برفع أسعار اللقيم وبالتالي هذا أثر على الشركات وعلى تكليف الانتاج وأيضا أدى إلى التأثير بانخفاض أحجام وأسعار المنتجات هذا بالإضافة للتقلبات السعرية التي شاهدناها في الأسواق العالمية وبالتالي ما أثر على انخفاض هوامش الأرباح بالانتقال إلى قطاع التأمين أيضا كانت قطاع التأمين يعتبر قطاع واعد وخاصة في السعودية كانت هناك استراتيجيات اتخذتها الحكومة السعودية فيما يتعلق بإنشاء هيئة التأمين لتوفير بيئة أفضل بالنسبة لقطاع التأمين التنافسية الواضحة بالإضافة للإقبال والتوسعات في الأعمال والمشاريع ما يلتزم أيضا هذا الأمر بالتغطية التأمينية وبالتالي كان هناك ارتفاع في أعداد المؤمن عليهم وموسمية الأعمال وبالتالي نمو بـ 50% بالنسبة لقطاع التأمين نعود أيضا لأن نفصل أيضا فيما يتعلق بهذه التفاصيل يوضح مدى الأداء الإيجابي الذي كان للشركات السعودية خلال الربع الأول من هذا العام بعضها أيضا استطاعت أن تفوق التوقعات بامتياز ترجمة نانسي قنقر